السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات دائما مع قضية الشرطي هشام الله يرحمه واللي لقاوه في واحد الباله وعاوله واحد الصرب في دوار الخضارة نوح يحد سوال بإقليم بالرشيد هاد القضية هدي بنوفيها مجموعة من المعطيات بحيط عرفوش كون من أمور هاد شي كذلك لقاوه الصيارة ديالي اللي كانت مختفية بزاف دي الحويج اللي وقعت في أقل من 48 ساعة من آخر فيديو اللي كنت درت فنروح عزيزة عند الله وهدو هدي بنو هدي بنو قبل ما ندخلوه في التفاصيل والمعطيات الجديدة فخليونا ندره على جميع المستجدات اللي كانت من آخر فيديو درتو حول القضية إلى شنو قع لحدود الساعة كيف مجنة البارح فكانت واحد السيدة يلي تم توقيف ديالها من طرف الشرطة القضائية وتم الاستيماع عليها أيضا شنو علقتها بهشام الله يرحمه كانت من آخر الناس اللي تصلوا به فهي تفاجق لنا البارح باللي كان خدام في الروم بوان اللي كي يخدم فيه دائما عنده في توقيت من جوج حتى العشرة وحوالي الساعة التامينة ليلان ما بقاش اختفى عن الأنظار ومشا لوحد لويجها غير معروفة والسيارة دياله اللي كانت تكون دائما حضر باركينغ ما كيناش تمو ما القوهاش فمن ناس آخر الناس اللي تواصلوا معه كانت هذه السيدة هادي اللي تم توقيف دياله من طرف الشرطة القضائية والاستيماع عليها باش تعطيهم يعني معطيات اللي تقدر تفك خيوط هذا اللغز الكبير وهذا الجريمة الشنعاء التي هزت الرأي لهم كذلك البارح بالعشية لقاوا واحد السيد كان ركف واحد تاكسي ولقاوا عشية رصاصات تحت الكورسي اللي كان قلس فيه فاضنوا انها تعلق بالسلاح الوظيفي ديال السيارة شام الله يرحموا لان السلاح الوظيفي ما لقاوش في البلاصة اللي كان اللي يلقاو فيها ميت لقاو تقريبا كل شي لقاو انضارات لقاوش جيلي لقاو كذلك يعني الكاميرا وبالزاف ديال يعني دوك اللي يهز ولكن السلاح الوظيفي ما لقاوش كذلك الرصاصات فاضنوا انها الرصاصات تكون دياله ولكن تبين بعد ذلك ان لا علاقة لا بدل جريمان لا من قريبين ولا من بعيد فمن بعد شنو هديو قعدة القنازة ديال السيشام حضر والي الامن حضروا امنيين الزناعش ديال الزميل ديالهم كل اللي بكاء وسط المقبارة كل اللي بدتي تتعنق معه الوليدات دياله وهذا اللي كيف قلنا ومتزوجوا عنده جوجو لان العلاقة اللي كانت تجمعوا بين الزميلة دياله كانت علاقة طيبة لانه كان انسان طيب ومع مرشفوا فيه شعيب بل ما كانتش عنده حتى مشاكل عائلية لزعمات تخلي الناس ينفرومنو فمنطولش عليكم فاضل ديالتين دوزوا اشنو اكتشفو من بعد فحدود الساعة تاسعة ليلا لبارح هدي يلقوا الصيارة دياله الصيارة دياله اللي هي من نوع غولف ست هديك الطموبيل بالضبط هدي يلقوها في سوق الاحد ببوسكورة هيلقوها هاتما مش علافها العافية وماشي وقت طويل يعني فاش جاو القواق مش علافها العافية جاو البوليس جاو الناس ديال الدراق جاو السلطة مختلطة اللي متابعة هادشي وكذلك البومبيا اللي بدو كي يطفيوا في العافية ديال الطموبيل حسب مصادر محلية فعلى الاقل اربعة ديال الناس هم اللي داروا هادشي وهربوا فلذلك الان العصابة اللي كي نكت تكون على الاقل من اربعة اشخاص واللي داروا هاد الجريمة هاد الناس الحدود الساعة يعني الامن ما صرح لا يشكون مول هذا لان شي ديس في سر التحقيق وينا مشوا تخرجوه يقدر يخسر لهم بزاف ديال الامور فالشرطة والدرك داروا بزاف ديال التحقيقات الكلاب البوليسية كذلك رفع البصمات يعني غالبا الهوية ديال الناس رايدي تكون معروفة عندهم اللي معروف لحدود الساعة انهم على الاقل لطلع اصابة مكونة من اربعة اشخاص هلاش داروا له هاد شي شن هو المشكل اللي كي نبينتهم اشوقة بالضبط هاد شي كله لحدود الساعة لازال علامة استفهام كبيرة جدا ما زال كي تسهل لها كل شي حتى العائلة دياله ما عارفين ش عند السيد ما كان عنده حتى شي مشكلة مع شي واحد ولكن بطبيعة الحال كل شي هديبا قريبا من جاعة اخرى كين امور اللي تقدر تزيد تعاون هاد شي خاصة ان الكاميرا دياله ما زال كين كذلك يقدروا يجبدو من تسجيلات ويعرفوا بزاف ديال القضية تبان في اقرب وقت ممكن وتبان التفاصيل في اقرب وقت ممكن الى هنا الاخوان استودعكم والله الله يحفظ بلادنا والله يحفظكم جميع وإلى بانت اي حاجة جديد هذي انشاء عندي تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله